ما نحن فيه الآن هو من قدر الله سبحانه وتعالى هذه مسألة فرغ منها ولا أظنني أضيف إليكم شيئا جديدا لكن ما أود التركيز عليه هو ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه من لي تمجاه وهو من أكثر من فهم عقيدة الإيمان بالقدر من لي تمجاه هو الصحابة وعالموا أن بمنطقة عمواس الشام أن بها طاعونا فوقفوا تتناقشوا ندخل لا ندخل ندخل لا ندخل سيدنا عمر رضي الله عنه احتل ذلك الساعة أرى لم يكن يعلموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه وإن علمته في بلد فلا تدخلوا إليها باقي من الخبار سيدنا عمر هذا الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم نرى أن نرجع بعد الصحابة قال لنا عمدين كيف نرجع لبن نحن لا نهابوا الموت نبغي ناش نبدأ يدخل لنا الخوف ونخاف ومن الموت عتدوك صحاب أرى موت وحدا اللي كينا لاش غا نديرنا اللثام لاش غا ندير هدك اللثام نديره على وجهي علاش غا نمشي ندير الدواء علاش غا ندخل لنا في الحجر الصحي وقتا نخرجوا اللي بغا تطرى تطرى وموت وحدا اللي كينا أنا كلام هادتي قال لي نحنا الناس كي يعيطونا كيقول لك ودير أشي يخوت كيقولنا هذا هضراء هدي وكذا إلى آخر كيقول لهم دير كلام ما صحيش كيقول لك أنا لا أنا مشتش بنادم حداية تيطيح قامنا ندخل الدار نسد عليا كيقول له لوصلنا لدرجة نسأل الله نعافية لوصلوا الناس لدرجة أنه بنادم في الزنق غادي وتيطيح أول حاجة ما تخيل شرأسك القافز الوعر الفهم ما تخيل شرأسك رانتال اللي غادي تبقى وقف وكتشوف الناس كتطيح لوصلنا لدرجة الناس كتطيح مش كوني تضمنك أن ننتاق غادي تكون هدوك اللي طيحين في الأرض لا ولا لا هو تخيل رأسه مباشرة أنه هو وقف والاخرين ولا تيطيح ومن تطراليه ولو وتبارك الله تحل لقام يجاك وتلقى مكتوبة S دي للسوبرمان فهذا الكلام لا يستقي وإحنا كنديرو هادشي باش ما نوصلوش لديك الداراجة دي البنادم غادي بالزنق وتيطيح فبعض الصحابة طبعا ماشي بهذا التهور دي لهذا السيد هذا اللي تكلمنا عليه ولكن بعض الصحابة قالوا مبغيناش احنا نخاف من الموت احنا لا نهاب الموت ندخلون عما سيدي سيدنا عمر وبعض الناس معهم أشغلوا قالوا بل نرجع وذلك الساعة كانه أمير المؤمنين قال لهم نرجعوا مليتم موجيين راجعين وحدين سولوا يعني يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله جول الفهم اللي كانت عنه في ذلك اللحظة يعني فحلك أنهم يرون أن قدر الله في ذهابهم ودخولهم لعمواس لكن خروجهم لكن رجوعهم كأنه فرار محاولة فرار من قدر الله وهل يفر العبد من قدر الله سبحانه وتعالى فتكلم الفقيه المحدث الملهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ودول ملهم سيدري صغار قال رضي الله عنه وأرضاه نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله يعني إن كان المرض من قدر الله فإن العافية من قدر الله وإن كان الدخول على أهل عمواس من قدر الله فالرجوع عن عمواس وعدم الدخول إليها هذا لا يمكن أن يكون إلا من قدر الله لأنه في نين مدرسي ذلك اللي يقول لك لا أنك تبغي نشرب سعوق إلى هذه الجغيمة المهادي من قدر الله أنا سيدغا نتحدى القدر قد نحطها وما غا نشربها كنقول لي لا نشتريف الذي كان من قدر الله هو أنك لا كنتشغل تشربها أصلا وهذا هو قدر الله الذي نفذ فيك أما إلك أنت مقدرة لي أنه غادي نشربها مثلا بسم الله الحمد لله أشتي هذا بشدقات جغيمة وصدقات جغيمة من قدر الله فهذا القدر هذا اللي هو ابتلنا الله سبحانه وتعالى به كما ذكرنا في بداية المجلس هذا العجب هذا اللي احنا فيه هذا الابتلاء الكورونا وكذا فالمرجو التعامل معه المرجو التعامل معه يعني بشكل كيف نقول يعني بشكل إيماني قبل أي شيء والشكل الإيماني في المعاملات دينا هو الشكل الذي يعتمد على الأخذ بالأسباب وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى فنحاول أن نجعل من هذا القدر ما تسر به قلوبنا نحاول أن نجعل من هذا القدر ما تسر به قلوبنا ونرى في هذا القدر جانبه الإيجابي أشكرنا الله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته ليست كحكمة مخلوقاته سبحانه وتعالى حشى حكمته عمت كل أفعاله أي ليس هناك فعل من الله سبحانه وتعالى إلا وفيه الحكمة إلا وفيه الحكمة ما كانش فعل من الله سبحانه وتعالى إلا وفيه الحكمة فمن لك يبلك واحد فشيب الله صامات رذلك فعل فيه حكمة لحكمة معينة ويبلك واحد لإنسان كانت عنده شي حاجة مشاتله لحكمة معينة أشتيبقى؟ تيبقى هل أدركت أنت تلك الحكمة وتعاملت معها على الوجه الذي تبين فيه لنفسك ابتداء أنك مؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وضح المسألة فمن لمشى سيدنا عمر أطلق مع سيدنا عثمان فأخبره عثمان قال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطعون بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا منها وإن سمعتموا بأرض فلا تذهبوا إليها إلى آخر ذلك من الأمور ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله فتداووا عباد الله فالنبي عليه الصلاة والسلام وإنبثلا تبتال بشيء مصيبة وإنسان مثلا تبتل بشيء مصيبة والأسباب اجتهد فيها ثم يفر من قدر الله في المصيبة إلى قدر الله بالدعاء وكما ذكرنا الموضوع هذا لا يتسع الوقت ولا المقام للبسط فيه بشكل علمي وكذا إلى آخر فهذا شخص هذا باب خاص للناس للتخصص الكلام عندنا كما هو في كل مجالسنا لسنا علماء ولسنا الشخصية للسعالما ولسنا حتى طالب علم ولكذا إنما أنا رجل من المسلمين نحاول أن نجتهد في باب تذكير بعضنا بعضا من باب كي كان يقول سينا عبد الله بن أبي رواحة اجلس بنا نؤمن بربنا سعر يعني نحاول نتذكر أن الوقت دينا هذا ما يمشيش ونتذكر فيما ينفعنا نجتهد ما أمكن أن نتذكر فيما ينفعنا ونصر الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد